حيث استكملت فصائل الجبهة الجنوبية معركة نهروان حوران فجر اليوم نفذت هجوما على بلدة سحم الجولان لملاحقة فلول داعش في منطقة حوديل يرموك كما تمكنت من تحرير بلدة سحم ومن قتل العشرات من أفراد التنظيم ومن أسر إثنين يحملون جنسيات غير سورية وفي حديث خاص لأخبار الآن أكد أبو ألفدة قائد تجمع أهل النصر أن الثوار لن يسمح لداعش بالبقاء في المنطقة مشيرا إلى أنه سيتم تطهير المنطقة بأكملها المعركة الأهمية تبيعية فينا اسمه دواعش بالمنطقة الجنوبية دواعش اللي هددوا الجيش الحر وهددوا المناطق المدنية وصابلوا ببيانات سبيل نساء وما نساء هذا الموضوع التكفيري اللي احنا رفضينه احنا عام نحارب النظام لنحرر بلدنا من النظام ما بدنا اشي اسمه دواعش تكفيري أو حزاب تكفيري أو أشياء تكفيري يعني ما بدنا احنا نحرر شيء مقابل شيء تاني احنا بنحرر بلد كلياتها حيث المدنيين نحسوا بالأمان الدواعش اللي هم المثنة وشهدها اللي يرموك أغلقوا المنطقة كلياتها وعملوا حتى المياه منعوا عن الهالي والخبز سكروا الأفران وبلشوا بسبب النساء هذا الأمر اللي احنا حركنا كلياتنا هنتقل مباشرة عبر الأخماص طناعية إلى ريف درعة مع محمد الحوراني مرسل أخبار الآن في درعة وفي ريفها محمد مساء الخير إلى أين وصلت معركة نهروان حوران ما المناطق التي حررت ما المناطق التي طهرت بالكامل من داعش ما يشري بالضبط عسكريا على الأرض من عندك نعم خديجة مساء الخير بدأت عملية نهروان حوران منذ 19 يوما خلال أيام الماضية تم تطهير أكثر من 11 منطقة في الريف الغربي من أرورا بتلشهاب وصولنا اليوم إلى بلدة سحمة جولان وعدوان قبل قليل التي دخلها الثوار وتم تحريرها بشكل كامل سحمة جولان التي تعتبر المعقل الرئيسي للتنظيم بعد أن تقدم إليها قبل أيام وسيطر عليها اليوم الثوار يستعيدونها من قبضة تنظيم داعش وتدور المعارك الآن في محيط بلدة تسيل في ريف درعا الغربي بعد تقدم إلى بلدة عدوان حيث تدور اشتباكات الآن في الجهة الشمالية الغربية والجهة الغربية من بلدة تسيل في محاولة من فصالة جبهة جنوبية الدخول البلدة وتحريرها تهدف هذه العملية إلى تضييق الخناق على تنظيم داعش في منطقة حوض اليارموك وإذا سيطرت فصالة جبهة جنوبية على تسيل وعدوان وسحمة جولان بشكل كامل يصبح التنظيم في زاوية ضيقة التي هي في منطقة الشجرة ونافعة وعين ذكر معقل التنظيم الرئيسي بعد تواصلنا مع قيادات الجبهة الجنوبية في المعركة أفادونا بأن المعركة مستمرة حتى تطهير المنطقة بشكل كامل من عناصر التنظيم المتمركزة هناك التي عاثت في الأرض فساد حسب تعبير قيادات الجبهة الجنوبية هناك المعركة مستمرة حتى هذه اللحظة لعدة محاور حيث فصالة جبهة جنوبية تستهدف الشجرة ونافعة وتسيل وعين ذكر بالمدفعية الثقيلة تهتي هذه العملية بعد أن صدر بيان عسكري يوم الأمس من مجلس العسكري في مدينة نوة بإعطاء مهلة للمدنيين الموجودين في تلك المنطقة مدة 24 ساعة و6 ساعات لإقلاء المنطقة من المدنيين حتى يتم استهداف التنظيم في معاقله الرئيسية في هذه النقطة بالتحديد فيما يخص وضع المدنيين الآن بقى تحدثت عن تصفية البعض عن تعذيب البعض الآخر علي الداعش في المناطق التي يحتلها موضعهم الممارسات التي مرزها داعش بحقهم كيف تنوعت خديجة الأمس عندما دخلت تنظيم بلدة عدوان قام بتمثيل بجثث العديد من المدنيين الذي اتهمهم بالتكفير واتهمهم بالمولاة للجيش الحر وفصال الجبع الجنوبية هذا ما أعطى إعاز كبير لفصال الجبع الجنوبية بتعجيل مهمة المعركة في بلدة عدوان وتسير فعيدوا دخلوها قبل ساعات لإنقاذ المدنيين في تلك المنطقة اليوم المدنيين خرجوا من منازلهم بسبب الاشتباكات التائرة بين فصال الجبع الجنوبية وتنظيم داعش وحتى أيضا بعد أن قام تنظيم داعش بارتكام المجازر في تلك المنطقة لجأ المدنيين إلى السخول والوديان في واضي حيط ووادي جلين أوضاعهم جدا متردية ولكن فصال الجبع الجنوبية وقيادة الجبع الجنوبية تعطيهم فرصة أيام حتى يعودوا لمنازلهم بعد تطهير المنطقة من فصال داعش شكرا لك محمد الحراني ورسل الأخبار الآن كنت معنا عبر الأقمص صناعية مباشرة مريف درع